ازاي حضراتكو عاملين ايه يا رب تكون كل حاجة بخير يمكن ملخص رؤية الموزيع لقمة العشرين ملخص اتمنى انه ما كانش مخل يعني باهمية مشاركة مصر في القمة كنت بتكلم فيه مع زملائي مصطفى ودينا مشاركة مصر فعلا مهمة جدا وفي حاجة مهمة كمان لازم نركز فيها هي فكرة انه مصر ومشاركتها في قمة العشرين ووضع مصر اقتصاديا بالمناسبة على مستوى العالم اظن ان احنا في المركز 35 ل33 على مستوى اكبر اقتصادات العالم ده انعانى شيء او حاولنا نفهم منه شيء هنقدر نفهم منه ان مصر بتسير قدما في مسألة انها بتكبر وتعظم من حجمها الاقتصادي وبطبيعة الحال بتعظم من حجمها ومن قوتها على مستوى العالم 35 ل33 يعني انت تقترب من الدخول لقمة الدول العشرين الكبرى في يوم من الايام لا اراه بعيدا على الاطلاق نهاردة بتختتم قمة مجموعة العشرين فعالياتها في نيو دالهي وبتسليم الهند رئاسة القمة للبرازيل طبعا التقى في خامة الرئيس عبدالفتاح حسيسي النهاردة في نيو دالهي مع رئيس التركي رجب طيب اردوجان وهي لقطة سياسية بالتأكيد واقتصادية شديدة الاهمية ليه؟ الرئيسين اتكلموا في تأكيد على اهمية العمل المشترك من اجل دفع مصاري العلاقات اللي ما بين البلدين من جهة البناء على تقدم ملموس في سبيل استقناف مختلف آليات التعاون الثنائي ما بين البلدين كمان الرئيسين اتفقوا على الحرص خد بالك على تعزيز التعاون الاقليمي كنهج استراتيجي راسخ ده جاي في اطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة ده يسهم في صون الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط مما لا شك فيه اللقاء ايضا تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الاوضاع الاقليمية ذات الاهتمام المشترك من البلدين مصر وتركيا واكتبعا الحديث حول تكثيف او سبل تكثيف التشاور والتنسيق ما بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين ده يمكن ملخص سريع لليه اللي حصل النهاردة قبل عودة فخامة الرئيس الى ارض الوطن